خطة طارئة لاستقرار سعر الريال وهي الخطة التي أعلن عنها البنك المركزي اليمني ضمن توجه الحكومة لتفادي الكثير من المشكلات الاقتصادية التي تعيشها البلاد ويأتي إعلان البنك عن هذه الخطة في خطوة تهدف بحسب بيان البنك إلى تحقيق استقرار ملايم لسعر الريال مقابل العملات الأجنبية بيان البنك قال إن الخطة البنكية الطارئة لن تكتفي فقط بمعالجة وضع العملة المحلية بل أيضا وضع حلول تضمن تغطية احتياجات الاستيراد بما يكفل وصول البضائع والمواد الأساسية إلى المواطنين بشكل آمن ومستقر الخطة البنكية المعلنة وفق البيان مقرر لها عقد لقاءات مع الشركات الصرافة من أجل استعراض كيفية تأمين العلاقة بين البنك والشركات التجارية ومناقشة سياسة التدخل على العرض والطلب وتأثيرها على العملات المحلية وكان من اللفت إشارة بيان البنك إلى أن خطته تتضمن الخروج بعمل مشترك بين البنك والشركات المالية الخاصة لمواجهة مشكلتي غسل الأموال وتمول الإرهاب لكن البنك لم يحدد كيف يمكن مواجهة تمول الإرهاب في ظل غياب مؤسسات الدولة وتعقد المشهد السياسي الذي يشهد انتشار تنظيمات مسلحة مدعومة من الخارج البنك المركزي اليمني كان قد لقي وعودا بدعم إقليمي ودولي لتفعيل نشاطته كان آخرها تعهد الدول اللجنة الرباعية الاقتصادية بتقديم تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي إلا أن كثيرا من تلك الوعود لم تجد بعد طريقها إلى التنفيذ لأسباب بعضها متعلق وفق مراقبين بصفقات السياسية الدولية وأخرى مرتبطة بضعف الشرعية وحسابات التحالف